أستاذ شو حفظ المقدمة بطلاب الرابع؟ طلاب الرابع يدللون بس تعرف كلا أنا أهكر المنهج وذو المقدمات يعني ماحتاج مقدمة حتى الناس تعرفني أو حتى الطالب يعرفني أنا أهكر المنهج وفصخه ذو المقدمة فاليوم راح تشوفون الشرح يا طلاب يا حبايب شي جدا مختلف يعني مراجعة بطعم الشرح التفصيلي يعني راح تشوف مراجعة بس مراجعة كلش قوية هذا اليونوت الأول اللي انت دتعاني بي راح تكسر لكها بمحاضرتين فقط يعني راح تشوف محاضرتين يونوت الأول نختم ونضبط وتروح للمتحان أنت تفوّل بي فراح تشوف المحاضرة هاي والمحاضرة الثانية راح تفصخ شي اسمه يونوت أول بالمنهج مالتك فهي اليونوت الأول ياني ولكن راح نسويه بمحاضرتين فقط باوي علي ليش محاضرتين ليش ممحاضرة وحدة؟ أنا راح أقول لك هسه ليش لأنه أنا مخلي لك هاي الخريطة والخطة مالتك مالوحدة الأولى انت راح تشوف هاي الخطة والخريطة على أساس وحنا راح نشتغل ونضبط اليونوت الأول ونفوت احنا للمتحان نضبطين اليونوت الأول باوي علي شوف اليونوت الأول شنو بيه؟ بيقواعد بيتمارين بيقطع بيانشاء احنا ما يقدر نشرح درس درس لان هاي مراجعة يعني مو شي مثلا أشرح لك الدرس الأول درس الثانية راح يصيروا هواية ورح نفوت على شغلات هي مو مهمة بالامتحان لأن لو أشرحت لك درس درس راح ممكن أشرح لك شغلات هي أصلا ما تجيك بالامتحان بس هنا كل شي أشرحها بهاي المحاضرة لابد ومليون بالمئة هيجي بالامتحان يعني مستحيل ما يجي شكوا شي أشرحها اليوم إليك بهاي المحاضرتين مالليونت الأول راح يجي بالامتحان لا محالة باو عيائي عندك القواعد قواعد شنو بيها بيها أربع مواضيع مضارع بسيط مضارع مستمر سؤال غير مباشر والصفة أمه الإيدي والصفة أمه الانجي هلاني الأربع مواضيع تشوفوا احنا راح نشرحن بهاي المحاضرة يعني محاضرة اليوم محاضرة قواعدية فقط ما بيها أي حظيات فقط شنو فقط قواعد حتى بهاي المحاضرة بس تفهم انت ما تحفظ المحاضرة القادمة راح يكون بها تمارين قطع إنشاء تمارين ماتك عندك ثلاث شغلات اسقاطات توصيلات إملاء هاي ثلاث تمارين ثلاث شغلات نقعد نطلع الكتاب والنشاط نرتبهن ونحلهن وخلاص ينتهي كل شيء قطع الكتاب عندك قطعتين قطعة اللغة العربية والإنجليزية وقطعة كندا أنت هنا إذا متلق على القطع ما يحتاج تقراهم بس إذا ترجي بدرجة كاملة لازم تضبط ذلك القطعتين هنا بسيطات جدا يعني سهلات عندك آخر شيء اللي هو إنشاء استمارة طلب طبعا نحن هاول بقدرة إمكان يعني أحفظك الإنشاء هنا بالمحاضرة إنشاء ماتتك بسيط جدا يعني مو إنشاء صعب إنشاء كل السهل يعني أي طالب يقدر يحفظه حتى طالب كان مستوى تعبان كلش تقدر تحفظ هذا الإنشاء فهذا الأربع الشغلات وحدة ما يعدهم اللي راح نشرحها بهاي المحاضرة اللي هي محاضرة شنو قواعد فقط عندنا أربع مواضيع المحاضرة الجاية راح نشرح تمارين قطع والإنشاء لأنه ذولي حفظيات فأنت هسا ردك تبقى ويايا حتى نضبط آنوا ياك القواعد ما الوحدة الأولى بقواعد اليونت الأول قلنا أربع مواضيع عندنا الموضوع الأول هو موضوع المضارع البسيط هذا هو أول موضوع عندنا بالوحدة الأولى ركزوا ياي الزين موضوع المضارع البسيط المضارع المستمر السؤال غير مباشر وعندنا الصفة المليدي والصفة الملعين ذولي أربع يجونك بالامتحان يعني أربع مواضيع حاية إضافة إلى تفرعات ماتم تجيك وين تجيك بالامتحان فأنا راح أشرح لك ذول المواضيع وآخر شي من أكمل لك محلك التماري ماتم بالكتاب دا تفتهموا ياي هنا يعني أشرح لك ياهم أنا أريد أشرحهم بدون كتاب لأنه دول المواضيع قواعدية لازم نفهمهم بالبداية ونحفظهم قواعد ماتم بالبداية بعدين يلا رأى تماري كتاب تماري كتاب هو منطيك المواضيع بشكل قوي يعني ما مركز لك عليهم ليش لأنه يقول لك ياابه هذا موجد عنده بلو المتوسط بالثاني بالثالث ما أخذهم فما مركز لك عليهم بالتماري أنا أريد أعيد لك ياهم من البداية تبوا ياي عدنا المضارع البسيط شلو اسم المضارع البسيط بالإنجليزي لازم أعرف هايا لأنه بالامتحان ما ينطني يااب العربي يقول له مضارع بسيط زحمة فش راح يقول لي هنا هنا راح يقول لي ياابه أريد من عندك موضوع present simple شا أريد من عندك؟ أريد من عندك present simple present simple معناها مضارع بسيط كلمة present وينما تشوفها هي مضارع كلمة simple وينما تشوفها هي بسيط حلو حلو باوعوا يعني أنا من أجي مرات من امتحان شي يقول لي قل لي ياابه المضارع البسيط أنت شون تعرفها بمضارع بسيط راح تقول لي أنت تقول لي زين راح يجي يقول لك زين إذا أنا ما قلت لك ها أنا أنا ما قلت لك مضارع بسيط راح تقول لي أوكي انطيني اللي عدلين خليه عرفه راح يقول لك ياابه الدلاء المالتي هم شنمه هم ظروف التكرار وهس راح نجي ناخذهم ظروف التكرار اللي هم أو كلمات مثل كلمة كلمة هاي دانا ما تشوفها يعني معناها مضارع شنو مضارع بسيط فراح تقول لي أنت لو أنت تقول لي لا تطيني دليل ما عاكو غيرهن لأنني شميت ريني أنا هادو مضارع بسيط لو أنت تقول لي تفضل المشكلة لو أنت ما تنطيني present simple بس تنطيني دليل فهو راح يقول لك أوكي يلا متفقين دلاء المالتي هم ظروف تكرار اللي هنالخمسة always sometimes اسرح ناخذهم بالترتيب وعدنا every شنو every معناها كل مثلا every day كل يوم every night كل ليلة every month كل شهر أهو الأخير زيان عدنا المضارع البسيط يا طلاب من أجه علي مضارع بسيط لازم أعرف أن أنا أحل بثلاث حالات حالة الأولى هي الحالة المثبتة حالة المثبتة شون يجيك بالامتحان فاعل وفعل وتكملة هاي ثلاث شغلات الفاعل والفاعل بالله ما علينا به ما يمشي هذا الفعل الع BRI هذا الفعل أنا ايش سوي إله عندي بيه appoint لو أُضيف ل-s لو أنزله مجرد نفس ما هو يعني هنا أنا بالمثبت لو هذا الفعل أُضيف إلى-s لو أنزله مجرد كما هو حسب منه حسب الفاعل الموجود حسب الفاعل الموجود هاي الشيطافية لي من bond احجب اها اه كرار لا لا بس اضع امام بينه صدق اي ما اداش انا اي اي اول اصلا اضاعه بدون بضاعه ما يحتاج اوان مضي اصلا زياد هسه طلاب قلنا شنو لو اس لو شنو لو مجرد تبعتوا يا ايه استاذ شون اضيف اس و شنو مجرد يعني شنو شون اضيف اساني شمدريني اضيف اس و شوق تخليه مجرد الفعلي انا اقول له نرجع على الفاعل اذا الفاعل كان عندك i u we they يعني نقدر نقول فاعل جمع i u we they الفعل مجرد راح ينزل مجرد كما هو يعني ينطيك بيان قوسيا c انت اذا لقيت قبل فاعل جمع راح ينزل c نفس ما هو كل شي ما اضيف له play ينزل play كما هو كل شي ما نضيف له يعني تقول لها قاعدة اذا كان الفاعل جمع راح ننزل الفعل مجرد كما هو بدون اي اضافة بدون شنو بدون اي اضافة زيال استاد اذا كان الفاعل مالتنا مفرد هي شي ات انا اسميهم هشت شي اسميهم اسميهم هشت هاي هنان الفعل راح انضيف الاس يعني مثلا عندك سي ما تنزلها مجرد اضيف الها اس عدي قو اضيف الاس يعني الفعل اذا كان قبل فاعل جامعي انزلنا في اسمه هو اذا كان قبل فاعل مفرد لازم اضيف الاس هذا الاس انا اسميه اس الغيبة اس النميمة يسمون اس الشخص الثالث اللي هو شخص ما موجود يمك او شي ما موجود يمك لا تحتي عنه اوكي فهذا يسمون اس الشخص الثالث يعني الشخص اللي هو ما موجود يمك انت شخص انت تحتيون وهذا الشخص اللي تحتيون عنه هو ما موجود مثلاً هي هو شي هي إت لغير العاقل هنا نستخدم الفعل ونضيف لشنو نضيف لأس زيان هذي إذا كان الجملة عندك شنو وعندك مثبتة شوف أسرح نيجي عليهم هنا باور شي يقول هنا يقول هي سبيكس تشوف هي سبيكس هي وراها فعل شنو بفعل بي أس يعني هنا مضارع بسيط هو يتحدث ثلاث لغات فعندي هنا أنا سبيكس ضفت للفعل أس ليش أن الفاعل هنا أنا عندي مفرد زيان آي ورك تشوف ورك فعل مجرد يعني خالبنا يضافة ليش أن الفاعل آي احنا عندنا الفاعل إذا آي يو وي ذي فعل ينزل مجرد كما هو زيان آرح أجه سطيك لنطرق مثل آثة وقل لك حليها ماي فريند آدم بلاي تنس ماي فريند آدم صديقي آدم بلاي تنس من أقل لك حلي هاي مضارع بسيط الفعل هذا لو ضيف لأس لو ينزل مجرد حسب منه حسب الفاعل أنا عندي الفاعل هو آدم ماي فريند آدم يعني مفرد فهنان الفعل إش راح أضيف له راح أضيف له أس بلايز ضف لألة ضف لألة أس تابع المتحان بس أكتبي شي أي بس أكتبي شي بس الفعل شي أضيف له ضيف لأس ليش؟ لأن الفاعل مفرد يابا ليش لأن الفاعل آدم مفرد they watch TV everyday أستاذ شنو الدليل ما المضارع البسيط عندني every من عندي كلمة every معناها مضارع بسيط الجملة ماتتك مثبتة فاعل وفعل مثبتة ما عندك نوت ولا عندك علامة استفهام زين أستاذ لو أس لو مجرد هي يحفظها قاعدة يعني هي القاعدة يحفظها بهذه الطريقة لو أس لو شنوه؟ مجرد حسب منه كرار حسب الفاعل إذا الفاعل جمع شنزل للفعل؟ مجرد إذا الفاعل مفرد شنضيف للفعل؟ أس هسا عدي هنا they they من جماعة الجمع لو المفرد؟ جمع يعني الفعل شنسوي له؟ مجرد كما هو watch تنزل بدون ما نضيف لا أس هذا هو شنو؟ هذه هو الملاحظة اللي احنا رأينا أخذها زين ظروف مع هذا الزمن دلائل مع هذا الزمن هي ظروف التكرار طلاب sometimes معناها أحيانا شنو معناها؟ معناها أحيانا usually عادة usually عادة often أو often بالحال تنصح؟ يعني ممكن تقول الأستاذ often هي often هذا لفظها often اثنين صح often often صح أوكي؟ يعني اختلاف لكنات لا أكثر أنا أقل أما هي اثنين صح often صح often بدون تي صح غالبا always دائما never أبدا هذنين شنو ذنين هنه ظروف التكرار هذنين دائما الموقع هن يكون طلاب هذا مفاعل وهذا هنا فعل موقع هن دائما يكون هنا بالوسط بين الفاعل وبين شنو بين الفعل فإحنا احنا موهم المهم نلقاهم بالجملة يعني إذا لقيت دولة بالجملة خلص معنا هذا الزمن مضارع بصير من الشيء دولة ظروف التكرار بالجملة قبل راح تقول استاذ هذا مضارع بصير استاذ إحنا أوكي إحنا عرفنا الجملة مثبتة ظروف تكرار المثبتة إحنا لو S لو مجرد زين أنا بالامتحان أريد أضيف S خطأة بيه يعني جاب لي إضافة S خطأة ما أعرف تشو نضيف S إحنا عدنا قواعد على إضافة S يعني هسا الفعل مرات أكو فعل ما يأخذ بس S أكو فعل يأخذ E-S أكو فعل لازم تحول الواي وضيفه I-E-S يعني أكو قواعد مال إضافة وبكيف أضيفاني أكو مرات فعل مثلا 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 أخذ الفعل مثلا Go الـGo ما يأخذ بس S يأخذ في الإضافة يعني ويأل S أوكي فهذه شنو هذه الإضافات لازم أن أعرف القواعد مالتها إذا تقول لي أبدا أنتهى الفعل بـ X بـ O بـ S بـ C-H بـ S-H بـ S-S هنا أنا ما نضيف بس S نضيف E-S فهاي الملاحظة شو نضيف E-S Wash بـ O أو بـ S-H هنا أنا راح نضيف لها شنو راح نضيف لها E-S Go منتهي بـ O ضيف لها E-S يعني الأفعال اللي تنتهي بـ X بـ O بـ S بـ C-H بـ S-S هنا أنا ش تاخد تاخد E-S هاي لا تنساها ش تاخد تاخد E-S ما تاخد بس S يعني ما يسير ضيف لها بس S غلط يعني مثلا عندي Go إيش أسويها؟ غلط ما يصير أو مثلا عندي مثلا فكس مثلا منتهي بـ X ما يصير أضيف لها بـ S غلط لازم أضيف لها شنو أضيف لها E-S ده تفتهموا ياي هنا هاي شنو هاي الإضافات لازم احنا نعرف القواعد مالتها زين رح نجح السعليمان على الملاحظة الثانية اللي هي أم الـ Y شوف انت أم الـ Y تباوع على الحرف القبلها تباوع شنوه؟ على الحرف القبلها إذا الحرف القبلها علّة ينزل الفعل ونضيف له شنوه؟ نضيف له S إذا قبلها صحيح انتبه لي صحيح مو علّة هذا الـ Y تحوله إلى I ونضيف E-S ها؟ علي من نعتمد على الحرف القبل الـ Y إذا الحرف القبل الـ Y علّة نضيف S فقط إذا الحرف القبل الـ Y صحيح لا راح نحول الـ Y إلى I ونضيف E-S هسا راح أحطيك مثال الأخ شوف هسا عندك الفعل cry cry شنو قبل الـ Y؟ علّة لو صحيح صحيح إذا هذا الـ Y تحوله إلى I ونضيف E-S أوكي؟ مثلا نعطيك مثال الأخ pay ها؟ بيش منتهي؟ منتهي بـ Y قبل علّة واحد قبل علّة بس نضيف السهنان يعني ما نحول كل شيء ولا نضيف ولا هاي بس إذا قبل الصحيح لا لازم نحول الـ Y إلى I ونضيف E-S نزيل هاي ملاحظة ثانية ملاحظة رقم ثلاثة ملاحظة مهمة جدا الـ have دير بالك من عدهة من نضيف الـ Y ما سصير هاذ سصير هاذ شي سصير هاذ الـ have إذا أضيف الـ Y ش راح أصير راح أصير هاذ يعني مثلا ما أقول she has أقول she has he has ما يصير أقول هاذ يعني الـ have من تأخذ اس ما سصير هاذ سصير هاذ تتحول element تتحول إلى هاذ إذا يجى طالب وكتب لي هاذ الله يكسر إيده إذا يسويه ويهلك همين هاذ ما يصير يصير هاذ لازم ش يصير يصير هاذ واضح يا طلاب لازم تفتهم هاي الملاحظة لأن كلش مهمة زين هس نجي على الأمثلة اللي خاصة بالمضارع البسيط أحمد always wash his car correct أحمد always wash his car ش عندك هنا عندك always ش عندنا عدنا حلو مضارع بسيط المضارع البسيط هسا جملة مثبتة هنا مو من فيها لا بها نوت ولا علامة استفاة يعني جملة شنوة مثبت والمثبت لو اس لو مجرد حسب الفاعل تعال الفاعل من عندك أحمد أحمد شو نضيف للفعل نضيف للفعل اس منتهي بسي اتش نضيف أو بس اتش نضيف لأي اس بمعنى منتهي بس اتش نضيف لأي اس استاذ ليش تضيفة اس لأنه نتهي بسي اتش استاذ ليش قليص طبقنا قاعدة اس الشخص الثالث لأن الفاعل أحمد فاعل مفرد we often عندك often 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 مضارع بسيط الفعل لو اس لو مجرد حسب الفاعل فاعل we جمع إذن الفعل ينزل نفس ما هو بدون أي إضافة ليش استاذ مضيفة لأشي لأن الفاعل جمع أوكي we نحن I play video games everyday ش عندك هنا أنا عندك every مضارع بسيط مضارع بسيط الجملة مثبتة لو اس لو مجرد حسب الفاعل فاعل فاعل يعني الفعل ينزل كما هو ما نضيف لأي إضافة بس جماعة الهشت اللي هو الهي والشي والإت نضيف اس للفعل ما كو دول الأفعالي ثلاثة ما نضيف اس أو العفو الفاعل ثلاثة ما نضيف اس للفعل زيب they sometimes go fishing they sometimes go fishing عندك هنا أنا sometimes مضارع بسيط المضارع البسيط الفعل لو اس لو مجرد حسب الفاعل الفاعل they يعني الفعل ينزل كما هو go ما نضيف لأي إضافة حلو الكلام حلو ستار she clean her bedroom present simple هو غالي لك present simple مضارع بسيط من أجد present simple معناها شنو؟ معناها مضارع بسيط فالفعل هنا أنا لو أضيف لأس لو مجرد حسب الفاعل فاعل شي كرار الفاعل شي مفرد له جميع عافية شنضيف للفعل ممتاز ضيف لشنوه ضيف لأس ما بملاحظات مال إضافة الأس فنضيف لأس فقط صعب هذا؟ لا يعرى هذه الشي هسنا نجي على اليمن نجي على المنفي قلنا المثبت لو أس لو مجرد حسب الفاعل الفاعل جماع ينزل الفعل مجرد كما هو الفاعل مفرد لازم نضيف للفعل اس والفاعل مفرد هو هي وشي وات أوكي لازم نعرف هاي الملاحظة الزيان بالنفي النفي يا بشون تجيك الجملة فاعل نوت وفعل وتكمل يعني شوف القوس شون صار هزي نوت وفعل وتكمل تتفهمني نوت وفعل من تشوف نوت بالجملة يعني معناها الجملة ما تتكشنه هنا بين فيه او مرات هو يصير يصير لطيف وياك يقل لك شنوه يقل لك ناكتف نفي هاي ناكتف صراحة طارت بي لحد الثلاث متوسط تنتهي مفعولة بعد ما اكو شي اسمه ناكتف وكوستشين لا لا هنا باعت كله نوت فعل وفعل يعني هنأت اخذوه من الرابع والخامس والسادس بعد ما اكو هاي الملاحظات صارت قديمة هاي سالس اول ما توصل ثاني ثالث تمشي بس بالرابع والخامس ما تمشي لازم انت تحدد حسب النوت اوكي من فيه استاذ اذا المضارع البسيط من فيه شون ننفي احنا احنا لازم نضيف نوت لازم شون نضيف نوت زيان النوت تقول لك انا ما اجي على الفعل يعني مثلا نوت ما يصير اقول احمد نوت بلايز او مثلا اي نوت قو غلط ما يصير النوت لازم ويها فتشي ساعدها فتفعل مساعد حتى تفوت على الجملة فهنان اش راح نسوي احنا المضارع البسيط يقترح عليك اقتراح يقول لك يا با اذا كان الفاعل مالتك اي يو وي ذي دول الاربعة خلي وراهم دولت ونزل الفعل مجرد خلي وراهم شنو دولت ونزل فعل مجرد اذا الفاعل اي يو وي ذي شنخلي خلي دولت والفعل شنو الفعل ينزل مجرد كما هو اذا الفاعل مالتك هي شي ات شه تخلي وراه تخلي وراهن دوزنت يعني الار يو وي ذي دونت والهي والشي والات شنو دوزنت وبالحال تيم بعد ما كو اس الفعل ينزل مجرد كما هو بدون اي اضافة بدون شنو بدون اي اضافة يعني الفعل لازم يكون مجرد بحالة النفي حسرا استاذ ما اضيف اس بعد ما كو اس استاذ يعني شنو اس راحات اس بس بالمثبت يعني اس الشخص الثالث بعد ما نضيف لان احنا هنا اش خلي انا خلي انا دوزنت فميصر اقول دوزنت وفعل اس حتلى الفاعل المفرد ما عليك بي انت الفاعل المفرد خلي الفعل تنزل مجرد ميصر تقول مثلا غلط اقول يعني بدون اس بعد امثلة ناخد حتى نضبطها اكثر عندك مضارع بسيط مضارع البسيط هنا الجملة منفية مو مثبتة شوان عارض استاذ من اقول لك شنو غير هي نوات هنا موجودة فاجي انت الجملة الاي تنزل وراها اخلي دونت لانو الاي تاخد دونت وراها الفاعل ينزل كما هو قو استاذ اكمل تكمل ما يحتاج تكمله موجودة بمثال فلا تكتب تكمله she not clean her bedroom she not clean her bedroom راح اقول لك هنا present simple present present simple مضارع بسيط حل اياها الجملة ماتك بها not والnot مثبت له من في ممتاز هاي من في بها not الفاعل ماتك مفرد المفرد شي ياخد شي ياخد doesn't load don't اكيد ياخد doesn't والفعل ينزل مجرد كما هو استاذ ليش ما اضفت لأس لك يا بأس الله يخليك بعد ما اكو اس بس بالمثبت بالمن في طلاب لازم تعرف هذا شي نجي حتى نضبط الموضوع اكثر بعض خلي نجي ناخد نجي على المثال اول the man gets up early the man الرجل gets up ينهب early مبكرا gets up early قائل لك هنا negative انفيلي خلي نجي نشوف هس شون ننفي احنا اجي هنا عندي s هذا مضارع بسيط فعلا منتهي بس يعني s شخص الثالث يعني مضارع بسيط اجي اقول ليا the man هي للفاعل the man law راح خلي لها doesn't الفعل هذا ينزل فعل مجرد بدون اي اضافة get up early اللي هي التكمل العفو ليش خلي انا doesn't مو don't لانه ذمان ذمان الرجل مفرد واضافة لذا شون عرفته مفرد لانه عندك هنا ضايفين s للفعل فمبين يعني الجملة الفائل مات هنا مفرد زي we visit the old town negative we visit the old town we don't راح صير ليش يابا don't جمع فتاخذ شنو تاخذ don't visit the old town we don't visit the old town my brother does his homework every night my brother does his homework every night negative عندك every يعني مضارع بصير زي من الفائل my brother my brother مفرد ياخذ ياخذ my brother مفرد ياخذ doesn't هذا صارت صارت جاهزة الفعل من عندك does لازم الفعل اجرده شي صير صير عنده do do الفعل لازم شبي لازم يجرد شوان استمثلا هنا قبل شوية doesn't و don't لازم الفعل يكون وراه مجرد خاص من الحاج يعني من الاخير لازم الفعل لا بأس ولا كل شي ما بي فعل ينزل كما هو مجرد وباقي من التكملة يتكمل اللي هي his homework every night he not work here present simple مضارع بسيط حلو نزل he he تاخذ شنو تاخذ doesn't ليش لانه منفي ولانه الفاعل مفرد تاخذ doesn't والفعل work ينزل نفس ما هو work work here طبعا ينتهي عندنا كل شي طلاب بعد ما خلصنا السحن المنفي هس رح نجي على السؤال طبعا آخر حالة هاي بالزمن اللي هو الجملة ما تك تكون استفهامية سؤال شون عرف السؤال رح تجين علامة استفهام بالنهاية يابا هي ما كو غير يعني علامة استفهام تجيك تجيك بالنهاية احنا نعرف من الخامس ابتداي من السالس يقول لك يابا متر يتسوي جملة استفهامية قدم الفعل المساعد على الفاعل قدم الفعل المساعد شنو على الفاعل زين احنا هنا احنا 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 بنا في جبنة don't و doesn't حط هنا هم بالسؤال رح نخلي بالمضارع البسيط does و do بالبداية حسب من هو حسب الفاعل اذا الفاعل ما تك هي شيئت نخلي قبلهم does لازم تخلي قبلهم does اذا الفاعل ما تك you we they i راح تخلي قبلهم شنو تخلي قبلهم do يعني نستنتج نقول يابا نخلي فعل مساعد قبل الفاعل فاعل مفرد نخلي قبل does فاعل جمع نخلي قبل شنو خلي قبل do والفعل لازم شي يكون عندك لازم يكون فعل مجرد انت بس تفتهم المثبت راح تفتهم المنفي راح تفتهم السؤال يعني الموضوع كله يعتمد على المثبت والمنفي السؤال سهل يعني سؤال بس اقدم الفعل المساعد على الفاعل وخلاص كل شي ما عندي Adam speak English Adam speaking خلنا اخذ المثال آدم مفرد المفرد تخلي قبله شنو تخلي قبله does فصير does Adam ينزل الفاعل الفعل ينزل مجرد كما هو does Adam speak English حلو الكلام زين هاي اخذنا you go fishing you go fishing انا عند الفاعل من هو you الي تاخذ قبلها شنو do فصير do you go fishing fishing معناها الصيد علامة استفهام وينتيعدنا الحل استاذ ما افتهمنا تعال ما افتهم اتياب فاطمة like apples فاطمة like apples علامة استفهام جملة استفهامية هو رح يقول لك هنا مضارح بسيط شو رح يقول لك رح يقول لك مضارح بسيط قل لي يا ابا تعال سهل الفاعل من هو فاطمة فاطمة شي يجي قبلها يجي لايك ينزل الفعل مجرد apples رح يسأل واحد سؤال هنا واحد رح يسأل سؤال سؤال انت شنو السؤال اللي سألت انت هنا قلت استاذ ليش ما ضيف الفعل اس مو مفرد فاطمة ايه اوك لاك بالمثبت صحيح يعني لو مثبت شان ضيف نأس هنا بس بس بما سؤال ونفي نفي فبالنفي الاستفهام الفعل يكون دائما مجرد بدون اي اضافة بالحال سواء مفرد او جمع الفائل how many times how many times how many times you go to the gym حلو how many times طبعا هذي how many times يسموها WH question اوك او العفو يسموها اداة استفهام او اداة السؤال هذال يجو نزلهم بالبداية عادي يعني ما عندنا اشكال به هوم ونزل بالبداية جملة استفهامية بالمضارع البسيط عندك الفاعل من هو you فتخلي قبل شنو do الفاعل ينزل والفعل go ينزل كما هو وتكمل وتخلي علامة استفهام استاذ هاي نزلهم هوم ونزل هاي يعني ما عندنا مشكلة بها what where which who why whatever لاني كدنا شبين لاني ينزل معنا يبيه يعني لانو اسموا دات استفهام دات استفهام بتنزل بالبداية she usually visits her uncle قايل لك هنا question سويها شنو سويها سؤال عندي usually مضارع بسيط مضارع بسيط وريدها جملة استفهامية الجملة استفهامية بتبدله does do حسب الفاعل فاعل مفرد تنزل والفاعل visits لازم ش يسوي لازم أحذف الاس لانو الفاعل لازم ش يكون مجرد does her uncle her uncle معناها خالها visit معناها تزور أو يزور أوكي فهي الحلمة المضارع البسيط نيجي علي من الس نيجي حلو هاي شنو فارغاي الصبح ها ليش فارغتي ما ردنا ما احتاجه عدي هسا شنو آخر ملاحظة بالمضارع البسيط آخر ملاحظة شنو بالمضارع البسيط حتى نخلص ونختم المضارع البسيط أما إذا لقينا الفاعل B دير بالك هاي شوية يعني يعني هواي طلاب يخطؤون بها اللامانة فأنا طايتك هاي ملاحظة لأن هواي طلاب يخطؤون أو يحول بالمضارع البسيط إذا لقيت بانقوسة يا شي سوي هو لتحول لـ إз لـ 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 وحسب من هو حسب الفاعل اللي قبل حسب شنو حسب الفاعل اللي قبل حسب شنو حسب الفاعل اللي قبل ركز ihr الفعل B بالمضارع البسيط يحول إلى is R arm حسب الفاعل إذا الفاعل إذا الفاعل ما تكوي بديو أحول إلى آر إذا الفاعل ما تكأي أحول إلى آر يعني مفرد عفو هي وشيئت مفردة حول آز جمع حول آر الفاعل آي أنا متكلم أقول آر هاي إذا كان البي بوحدة إذا كان البي شنوه إذا كان البي بوحدة مثبت زين إذا البي لي قيت ويا نوت يعني من فيه راح يتحول isn't aren't am not isn't aren't am not ما يصير تختصرها دير بالك الام نوت ما يصير تقول هي شي آمنت غلط غلط ما تختصر ال is not نختصرها isn't ال are not نختصرها aren't بس الام نوت ما يصير تختصرها آمنت دير بالك present simple مضارع بسيط my mother be a housewife زين الجهنانة لقيت be ال be حول lo is lo are lo am حسب الفاعل my mother مفرد فال be حوله علاز صعب والأستاذ والله سهل we not be awake not be حسب الفاعل مفرد لو جمع لو i جمع we اذا احاول ال man احاول الى r وهي من في يش يصير يصير aren't فضت راحت خلاص انتهى الموضوع i be late at work every day شعندك هنا عندك every مضارع بسيط مضارع بسيط احاول ال be lo is lo are lo am حسب الفاعل فاعل i شا حاول ال be احاول الى am وينتهي عندنا الحال هذا هو المضارع البسيط بدغت يعني مضارع بسيط رح اشرح لك كام من البداية رح اختم لك كام من البداية lo is lo مجرد بحالة الاثبات بحالة النفي doesn't don't فعل مجرد بحالة الاستفهام do does بالبداية والفعل يكون مجرد اذا لقينا الفعل بي احاول علم الى is lo are lo am حل الكلام lo is lo شنو lo are lo am زين اذا عندي اذا عندي ارضي اضيف اص لازم اعرف انه الفعل ينتهيب x s o s s c h s h s s انا اضيف له e s مو بس s اذا منتهيب y اباوع القابل علة اضيف بس s صحيح احاول ال y ال i واضيف i e s ال half تتحول الى هاز بحالة بحالة اضافة ال s ما صير هاز صير هاز زين خلاص عندنا هذا المضارع البسيط هسا نجيب على الزمن الاخر الموضوع الاخر بالقواعد اللي هو موضوع المضارع المستمر شوف المضارع المستمر تعرفه من خلال للشغلات يا اما يجيك بي كوايت listen أو now أو at the moment هذا اني دلال على المضارع المستمر يعني من نشوفهم هذا اني شي ديصير هسا يعني مثلا دناكل دنشرب يعني شي ديصير هسا مو هس مثلا عندك كرار ديقلب بالتليفون كرار ديقلب بالتليفون ديصفح مو ديوصي اكل ديوصي اكل يعني ديباب بالتليفون على التطبيق دي شنو على طلباتي هذا السؤال العميلان طبعا فهنا شي يقول ديوصي كرار يعني شي ديصير هسا بهاي بهاي اللحظة أوكي هذا هو فكرة المضارع شنو المضارع المستمر يعني شي هسا هسا ديصير بوقت الحالي أوكي زيان المضارع المستمر بالانجليزي شنو اسمه انا اعرف كلمة present هي مضارع احنا اخذناها قبل شوية present شنو معناها معناها مضارع زيان continuous شنو مستمر راح تصير عندك شنو انتهنانة راح تصير عندك مضارع مستمر زيان نفس الحركة نفس الطريقة نيجي نحنبت للشغلات مثبت لفي استفهام المثبت والنفي استفهام مو نفس قواعد المضارع البسيط راح يكون اكتلاف ببيناتهم اكيد أوكي المثبت بالمضارع المستمر is low are low am يعني اخلي ورا الفاعل low is low are low am بس هنالا شنو الفاعل هيتحكم بيه يعني اذا الفاعل he she it راح تخلي is اذا الفاعل we you they راح تخلي are اذا الفاعل i راح نخلي شنو راح نخلي am ديت تيمني شون فالفاعل يتحكم لك شنو يجي وراها is low are low am اذا مفرد is لجمع اذا انا المتكلم هتاخذ انا الفاعل بالمستمر شكوا شي continuous مستمر يعني الفاعل لازم يكون bing يعني اذا ما اضفت ing خلق لازم شنو نضيف ing هنا بالانجليزي للفاعل يدل على الاستمرارية يعني شيدا يصير وبعدها مستمر سواء بالماضي مستمر كان او هسا دي استمر فاضيف شنو اضيف ing او دل قاعدة مال مثبت زين بالنفي بس الاز صير isn't والار صير aren't والام صير am not ما عندك اي اختلاف بي او كي يعني هنا نفس القاعدة تقريبا طبقناها على النفي بس نضيف note المن للاز ولل ar ولل am الاز ذا ضيف لها not حصير isn't الار صير aren't والام صير am not استاذ ليش ما اختصرتها قبل شوية حيشينا هي ما تختصر يعني المن ما يستر اقول am not غلط لازم اقول am not زين نجي على جملة الاستفهامية جملة الاستفهامية احنا اخذناها من مخذية بالسالس ابتدائي يعني مو بالرابع اعدادي الا بالسالس ابتدائي قدم الفعل المساعد عليما على الفاعل فعل المساعد هو is are ونقدمهم على الفاعل اذا مفرد is اذا جمع are واذا is around الفعل دائما بالمستمر شو تضيف ل ing ناخذ امثلة توضيحية على الحالات الالتلاف شوف وانت راح تقول له هاي مثبت لوني في الاستفهام هنا he is reading he is reading فاعل is ورا فعل ب ing يعني يا زمن هذا هذا زمن المضارع المستمر he isn't يعني تحولناها الى من في يعني من المثبت تحولت الى من is he reading تشوف صارت ال is بالبداية يعني جملة استفهامية جملة هنانا شنو جملة هنانا استفهامية اوكي جملة هنانا صارت عدك صارت عدك جملة استفهامية لي ايش لان بادي بي من بادي 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 is he reading is فاعل وفعل شنو بي فعل بادي انجي هاي بادي القواعد تلازم شنو تكون حافظة هس نجع عليما على اضافة ال ing للفعل شون نضيف ing للفعل باوع عيلا عندك اربع ملاحظات الملاحظة رقم واحد اللي هي من ايها تقول يا با ام اي هاي اي ذا لقيتها بنهاية الفعل ش تحذفها ونضيف ing save بايش منتهي باي هاي الاي احذفها ووضيف للفعل شنو اضيف للفعل ing يعني ملاحظة رقم واحد اللي هي ام ال ملاحظة رقم اثنين اللي هي ام الاي اي هذول اثنين هم احذفهم بس احولهم الى y ووضيف ing يعني مو احذفهم وخلاص قبل لا احولهم الى شنو حولهم الى y lie بايش منتهي منتهي باي حولهم الى y وضيف ing die بايش منتهي باي حولهم الى y وضيف ing هاي الملاحظة الثانية ثالثة ام ال y لا هس هنا اي قوائب الفعل اضاوع على القبل على البعد على معرف شنو دير بالك ال y بال ing بس اضيف ing لا تحذف ولا تحول ولا تضاعف ولا كوش ما تسوي هو يطلع بيخطعون بيا ويخربطون بيا استاذ ليش ما حولت ال i بابا ما يصير اي اضافة لل y بال ing ما تحول ولا كوش ما تسوي بس مجرد اضيف ing يعني مثلا استاقول لك هستكراي هاي احول ال y ال i خنحول ال y لا شصير وانا كو كلمه ما تصير اي اي وراها غلط فلازم ابقي شنو ابقي نفسه وضيف ing زين اذا الفعل منتهي بحرف صحيح وقبل علة واحد تعرف حروف العلة اللي هنجقد خمس حروف i ال o ال i ال u وال e وال a هذان الخمس حروف اذا شفت حرف صحيح وقبل واحد من دولة الخمس حروف شراح تسوي لي هذا الحرف راح تضاعفه وضيف ing شوف حرف صحيح قبل علة واحد ضاعفنا الصحيح وضيفنا ing زين stop منتهي بصحيح قبل علة واحد o حرف الصحيح انضاعفه ونضيف اي هاي اضافة ال i ال i لازم ايضا تعرفوا لين كلش مهمة ويجبكاهم وكل حتى عملاء زين they not watch tv at the moment they not watch tv at the moment عندك عندك at the moment معناها مضارع شنو مضارع مستمر بما انه مضارع مستمر اخلي they فاعل وهي منفية low isn't low aren't low i'm not they تاخذ aren't الفاعل لازم شنو نضيف له i in g وتحط نقطة ينتهي الحال ليش ماكمل ليحتاج تكمل be quiet دليل على يا زمن هذا دليل على زمن المضارع المستمر شنو هسا تجعل الجملة مثبتة نزل الفاعل ومن هو he he ياخذ شنو ياخذ is الفعلي شنو ضيف ing studying منتهي بس نضيف ing زمن an i زمن اسم ابنية an i يعني اثنين احنا هنا يربالك افتهم مو بس تقول i ومعرف شنو اضيف لها am لا افتهم زمن i بالانجليز لنشوف and بالفاعل معناها الفاعل هنا جمع هاي ملاحظة لازم تفهمها انه بالانجليز لما نشوف بالفاعل and معناها الفاعل عندك هنا جمع والجمع هناش هياخذ هياخذ r الفعل شا اضيف له اضيف ل ing منته ب e احذف ال e واضيف ing make cake now زين احنا شون عرفناه مضارع مستمر اصلا عندي كلمة now اللي معناها الان واضح يا طلاب زين ندا is washing the dishes question سوي لي جملة شنو جملة استفهامية جملة استفهامية استاذ يا زمن عندي is وفعل ing مضارع مستمر بالمضارع المستمر بالاستفهام اخلي is بالبداية ندا تنزل هي فاعل والفعل washing واتكملة وتخلي علامة استفهام واضح زين اخر امثلة عدنا حتى نخلص موضوع المضارع المستمر شو يقول i am cleaning my room every day low now every day كل يوم now الان احنا قلنا نباو اذا مضارع بسيط نختار every day اذا مضارع مستمر نختار now انا عندي on وعندي cleaning يعني مضارع مستمر فاش راح اختار راح اختار now فبالفراغ اكتب شنو اكتب now and on احنا يجب لك اهم ممكن مرات حتى يخرب طالب بي ما يعرف ش اختار دليل احنا الدليل على الزمن نختار بما انه عندي معناها زمن مضارع مستمر زمن مضارع مستمر سوي جملة استفهامية لانه رائد استفهامية هنا عندك ال what قلنا اداة استفهام تنزل خلي is lo r lo am حسب الفاعل u ياخذ r الفاعل ينزل u فعل ش تضيف ل i and g تكمل وتخلي علامة الاستفهام listen مضارع بسي مضارع مستمر ليش هذا دليل المضارع مستمر i ياخذ am الفعل ش تضيف ل ing وينتهي عندك الحل تري تكمل كامل ما تكمل هنا كلش كاف يعني نجي على اخر جملة my mother not cook dinner present continuous مضارع مستمر my mother تنزل عندك انت هنا جملة منفية اخلي is بس ال is لازم تكون منفية صير isn't الفعل cook ش تضيف له ing وينتهي عندنا الحال واضح يا طلاب هنا خلصنا عندنا موضوعين موضوع القواعد احنا بعد نجي كم موضوع عندنا بعد عندنا موضوع هذين يريد اكتقال لها نضبط حتى نجي نكمل الموضوع البقية شوف كم بعد الفاصل الله محب بس نجي عن الموضوع الثالث بالعربي سؤال غير مباشر سؤال بالانجليز شنو اسمه اسمه indirect question يعني تجيك جملة هاي الجملة منتهب علامة السلام عن سؤال هذا السؤال هنان اجي قاعد لك قاعد لك indirect question بين قوس يعني هاي الجملة تحولها لسؤال غير مباشر يعني هو من سؤال مباشر انا مثلا انستا قل اجي قد عمريك هاي قل عمريك صال مباشر اوكي هنان انا رح انت رح تجي بالامتحان تحول الى سؤال غير مباشر indirect question كلمة direct مباشر indirect غير مباشر سؤال غير مباشر استاذ شون احاول السؤال المباشر الى سؤال غير مباشر اول شي عدنا شغلتين اما انت تحفظ القاعدة او تحفظ خطوات اذا حفظت القاعدة رح تجاوب صح واذا حفظت خطوات الحل انت رح تجاوب صح بالحال تهم اول شي لازم تجي تحفظ انت هاي القاعدة للطلاب اللي ما يحتاجون خطوات الحل باوع احنا نازم نجي نكون حافظين عبارة can you or could you tell me هاي حفظ لازم انا حافظ اكتب مني قل لي اندريكت كوستن وباشرة اجي انزل هاي يعني مني قل لي اندريكت كوستن اول شغلة اخلي لو can you tell me لو could you tell me استاذ اختار can you could you بكيفك تختار can you tell me صح could you tell me صح بالحال يصح بعدها خطوة ثانية تخلي لو اداة السؤال لو تخلي if اذا السؤال المباشر اللي منطيك يا ابادي بادات سؤال اللي مثلا what where how much how many how long what time هذان هي اداة سؤال اذا ابادي بيهن السؤال المباشر راح تجي تكتب وحدها من يومهم حسب اللي هي موجود يعني مثلا قال لك what تجي تكتب هنا انا بالحلوات قال لك where تكتب where how how much موجودة فوق تكتب how much اذا ما كو اداة سؤال بالجملة راح تخلي راح تخلي if بعدها خطوة الثالثة نكتب الفاعل والخطوة الرابعة هي خطوة التكمل عشي اكو شي موجود بعدها تكتب وخلص فضلت راح زين استاذ يعني شون انا راح اقول لك شون ناني عنده جملة شي يقول لي are you والخطوة راح يسوي هي اما can you tell me او could you tell me انا اختار can you tell me الحالة انت ارى صح يعني اذا اخترت could you tell me او can you tell me صح بعدها الخطوة الثانية نخلي له اداة سؤال ل f تعال اقرار السؤال المباشر ب اداة استفهام لا ما اكو how long how much how many لا فاذا ما اداة سؤال راح اخلي هنا نقف اه خلي شنو خلي f حلو بعدها نكتب الفاعل اللي هو من هو you بعدها r ينزل وتنزل ok i خلص فضت راحت بس c هو بحل مارس زين جملة اللي بعد ما افتهم نستطيع ناخد جملة اللي بعد حلو will you come with me راح اقول لك code احنا اختار انا كان هنا راح اختار could you tell me تقدر تقول لي معناها بالعرب احنا نقول تقدر تقول لي تقدر تخبرني تقدر تقول لي could you tell me بعدها خلي اداة سؤال لو عندي اداة سؤال محمد هنا بعد يجيون اداة سؤال ما اداة سؤال شن خلي خليف ممتاز محمد تقي جيد ف هالا خلص خطوة ثالثة الفاعل من عندك الفاعل you وتنزل الباقي كما هو will you come with me تخلي علامة سؤال ينتهي عندنا الحل هذا هو سؤال صار سؤال غير مباشر how large are the classes نجي ناخذ هاي الجملة اول شي اخلي can you tell me نزلناه بعدها خطوة ثانية خليه اداة سؤال لو شنو لو حسب الموجود استغل اللي موجود هو هنان how large فتنزل اداة السؤال هي من هو how large داما الهو يجي وراها كلمة how large how long how many how much الاخري وانت من تلقي مثلا is are قبله كل يعتبر اداة يعني عندك فعل مساعد شكو شي قبل اداة استفهام هالي اوكي يعني مثلا عندنا is are am do does will can اللي قبل لهم هذي يعتبر كلها اداة استفهام فننزل بعدها عندي كلمة are وعند كلمة the classes احنا نجيب الفاعل اللي هو من the classes اللي يبقى منه عندك هنان are تنزلها وينتهي عندنا الحال خلي علامة استفهام فضت راحت where is the school where is the school can you tell me where ليش لينعدي اداة استفهام الwhere نزلناها بعدها عندي is وعند the school احنا نخلي الفاعل اليوم هو the school is علامة الاستفهام وينتهي نلحل فضت راحت هذا هو الحل مارد زين نجي هسا ناخذ ملاحظة يابا احنا مرات مو داما نلقى s و r و what where و where و مرات نلقى شنو do و نلقى فمن تلقى do does شو سوي لهم ذولة بابعو عيال اذا انا جتني جملة استفهامية هاي جملة استفهامية بيها do أو بيها شنو بيها does نفس الحل هو لكن ذول شوية اراد لهم فالصفنة الصفنة شو تقول اذا نلقى do بالجملة انت لقيت شنو لقيت do do نحذف و نكمل يعني do لازم منها لقيت شو تحذف لازم تحذف يعني ما تكتب هي اعنا نكمل هنا نحذف do يلا نكمل اذا رقيت do شو سوي تحذف و شو سوي تكمل زيان اذا لقيت does شو نسوي هاي نحذف هي بس ما نكمل لا نكمل ونضيف s أو es للفعل الموجود يعني من تحذف do تكمل من تحذف does لا اكو فعل هنا هذا الفعل ياما اضيف s ياما es حسب القواعد اللي اخذناها بالمضارع البسيط استاذ قللي شون انا رح اقول لك شون نيجي على الخطوة نقطة الأول can you tell me هاي خطوة ثابتة طبعا بعدها ننزل لو اداة استفهام لو if اكو اداة استفهام هنا لا اكو اكو do فنخلي if ما اكو اداة استفهام بعدها من الفاعل عندك هنا you حلو do تحذف وش نسوي ونكمل باقي الجملة نكمل الباقي هذا هو الحل وتخلي علامة الاستفهام what do they feel نجي نحلها could you tell me استاذ ليش اختارت كود كيف كنت اختار كود اختار can ما اكو مشكلة can ou could you tell me فين صح زين اداة استفهام من عندي عندي what فانزل هنا انا شنو وانزل هنا ال what بعدها عندك الفاعل من الفاعل الفاعل they زين استاذ ادوش السؤال هدو حذفها وكمل الباقي من الجملة حذفها وكمل الباقي وخلي علامة الاستفهام how much does it cost how much does it cost نجي على هاي الجملة can you to tell me عندك اداة الاستفهام مني how much تنزل how much اللي تكتبش السوية لحد فبعد ما تحتاج زين من الفاعل فاعل عندي it منو عندي هنا عندي does does احذفها واضيف للفعل شنو اضيف للفعل s costs خلي علامة الاستفهام استاذ لاز ضف ناس عنده does لو عندنا do وكان ما ضف ناكل شو اسكم من لاز لاز لازم احذف does واضيف للفعل شنو اضيف للفعل s زين هاي هنه can you tell me بعد ما اكتب لك can you tell me عندك لات استفهام لا اذا خلي الفاعل منو هي ينزل عندي does احذف does والفعل شنو ضيف لمنو ضيف لس speaks english وينتهي عندنا الحال how many times does she fail how many times does she fail عندي هنه can you tell me بعدها اداة الاستفهام how many times how many times استاش ماريك هو هالا الاستفهام شا عندك عندك او do او is او are القابل كل اعتبر اداة الاستفهام قابل كل شي اعتبر اداة الاستفهام how many times هي هاي اداة الاستفهام من عندك هنه عندك الفاعل she عدي does احذف does الفاعل هنا اضيف له اضيف له s وينتهي عندنا الحال هذا هو الموضوع بشكل كامل هذا هو موضوع شنو غير المباشر او نجي على اخر موضوع عندنا اللي هو موضوع الصفة ام اليد والصفة ام ال ing هذا الموضوع يا طلاب يجينا اختيارات فقط هذا يجيك فقط اختيارات وهذا درجة ينثاب بالوزاري بالسالس الاعدادي رح نقص احنا رابع جابنا على السالس حتى اقول لك يا بتر هذا موضوع بالسالس نفسه نص موجود وحتى يجيبون من هاي الامثلة الموجودة هاي امثلة موجودة عندك بالكتاب من النشاط اتا عندك بالرابع يجيبون من عندها بالوزاري تفتهمني فهذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة جدا اللي لازم تركز عليه هذا الموضوع بطريقتين طريقة تعتمد على المعنى وطريقة ما تعتمد على المعنى الطريقة اللي تعتمد على المعنى راح اشرح لك اوه اذا طالب يعرف الترجم اشتغلوا عليه اذا انت ما تعرف الترجم انا منطيك هاي الطريقة الصاروخية اللي هي طريقة سريعة تعتمد على الملاحظة اللي انا راح احكي لك نجي على الصفة ام مليدي طبعا شنو الصفة باوع يجيب لقوس هذا القوس مثلا احمد ابو احمد نفس الاسم بس احكي لقوس كيف حدث وقوس احمد اسم اوكي بس انا حتى بجيلك صورة انو اثنين هم نفس الشي بس واحدة منتهي بايد واحدة منتهي واحدة منتهي باينجي الصفة اللي تنتهي بايد يا طلاب هو الصفة مفهومة يعني تصفت شغلة هاي تصف الشعور الداخلي للشخص يعني تصف شعورك انت شعورها هي شعورهم هم يعني شعور شخص عنفت شغلة معينة حول شغلة معينة يعني تصفت شعورك انت مثلا تقول انا مستمتع انا اشعر بالضجر انا يعني خائف دعوصف شعوري انا الداخل هو خائف هي مستمتعة بالقراءة فتشوف يعني كلمات هاي ده تصف شعور شخص با انا ما الانجي لا هاي تصف الشي تصف شنوه الشي المسبب لك بالشعور يعني هنانا تصف شي غير عاقل تصف شنوه شخص او حتى شخص مرات شغل يعني فتشغله تصف شغلة معينة يعني مثلا اقول هذا الفيلم ممتع كلمة ممتع عادة الفيلم هنا فادي اصف الفيلم انا مثلا اقول انا ادعوش اشعر بالملل بسبب التصوير دعوش اشعر بالملل يعني هنانا هنانا دعوصف شعوري بس من اقول التصوير متعب معناه هنانا دعوصف التصوير هنا تفتهمني فدعوصف شي سبب لي شعور اوكي فهو هاي فكرة ال ايدي والاينجي ال ايدي تصف شعور شخص معين او شعور معين شعور داخلي اما الاينجي لا تصفت شغلة سببت لك الشعور سواء كان هذاك الشغلة شخص سواء كانت هاي الشغلة شي غير عاقل فنهم كتاب قصة الى اخرهم زي عاستاذ انا انا بالمتحان ما اروف الشيل ما راح اروف وترجم ما راح اروف وترجم الجملاش راح اسوه هنا انا انا اقل لك شا تسوي تجي على الطريقة الصالوخية شا تقل لي تقول لي يابا نختار ام الايدي نختار الصفة شنوه ام الايدي اذا اذا شنوه اذا الفاعل عاقل اذا الفاعل شنوه عاقل وبعد القوس مباشرة اذا الفاعل عاقل لازم الفاعل شي يكون يكون عاقل وبعد القوس مباشرة لقينة شليقيت ان بتاع قوس او وين بتاع قوس او نقطة او او وذ او 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 اباوت هذنى اذا لقيتن بعد القوس والفاعل كان عاقل ما يعني فاعل عاقل يعني ضمير عاقل هي شي عدل ايت يعتبر غير عاقل انت مشوف ايت قبل اختار اين جي اوكي باسم مرات مثل اسم محمد يصورني هسن محمد عاقل وغير عاقل استه سجاد اكيد عاقل موه محمد يعتبر شنوه غير عاقل غير عاقل لا محمد عاقل يعتبر فاكو اسماء عاقلة وكو اسماء غير عاقل اكو شيء عاقل وكو شيء غير عاقل احنا نلزق بالعاقل عاقل ويا واحد من الكلمات اللي انا ذكرت لك ياهن اللي هنه about, off, with, نقطة وين, ان قبل راح نختار ايدي ما تطبق هذا الشرط نختار انجي راح نجي هسا نحل التمرين موجود عندك صفحة صفحة موجود عندنا موجود عندنا صفحة اه اثنين وعشرين برو يعني نجي علي من على النطلوله يقول اي ريد انا اقرأ ان انترستينج لو انترستد ارتكال يستردي اي ريد انا قرأت ارتكال معناها مقالة مقالة ممتعة لو مستمتعة البارحة انا قريت شوف ترجمة انا قرأت مقالة ممتعة لو مستمتعة اكيد ممتعة فانا ادو اصف المقالة هنا فاش اختار اختار ال-ING ما ادو اصف شعوري استاذ زين انا ما ردح لها بدون معنى عندي فاع العاقل بس ما لقيت واحد من الكلمات اللي هم ودولي فنختار شنو نختار ام ال-ING اوكي زين اختي هذا عاقل وبعد القوس لينا ان نختار ام الايدي اختي ادو اصف شعورها اياه كلش مهتمة بمن مهتمة بالتاريخ اوكي فميصر اقول انترسنج عندك عاقل بواحد من الكلمات اللي اخدناها وينانا che pra rullercoaster different TERN rullercoaster اوكي اوه اي algunos اقبال تختار ال� MAN اقبال تختار ام اي PG اذا بقل نختارaug اوكي 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 نختار ام الانو اصف الرولاكوستر انا سأذهب إلى لندن للمرة الأولى الاسبوع القادم وانا جداً وانا جداً متحمس وانا جداً متحمس عندك اي فاعل ونقطة عاقل ونقطة نختار ايدي هذا كان الفيلم الأكثر شاهدتو لا شيء حصل من البداية إلى النهاية فانا ادعو اصف الفيلم هنا ادعو اقول هذا الفيلم ملي يعني الرحلة أخذتنا حتى نوصل ثمان ساعات وما قرأت اي شيء اشعرتو حينها بالملل استاذ شون عرفت عندك اي فاعل عاقل ون نقطة العفو فتختار بما انو عاقل بنقطة اختار امو ليدي الاطفال كانوا متعبين لو تعب متعبين عندي الاطفال عاقل بما انو عندي عاقل وعندي وين فاختار شنو اختار امو ليدي اليه تايرد المشي كان تايرن لو تايرد المشي كان متعب لو متعب متعب تايرنج 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 حتى نضبط اخر شيء نحل التمارين ونختم المحاضرة الاولى المحاضرة القواعد الوحدة الاولى فانتظروني شوي راجع لكم بعد 10 ثوانية حبائل هسه راح نجي على تمارين الكتاب اللي خاصة بالمواضيع الاربع القواعدية يفترض انو انت ساقاريهم يعني الملاحظات اللي حتشيناهم والشرح اللي شرحناه يفترض تكون قاري يلا تبلش هسه بيما بالتمارين لانو انت ميصر تحل تمارين كتاب وانت مقارين ملاحظات يعني هو بالامتحار حجيلك تمارين كتاب بس تخبرك تحفظ نحفظ ولا تقدر تدرك هندرق شرح تسوي انت هنا لازم لازم تضبط الملاحظات اللي حتشيناهم بعدها تجعلين من على التمارين فركزوا يا عندك هذا هنا تمرين بي صفحة صفحة ايش خمسة هذا هنا يريد من عندك يريد من عندك مضارع مضارع بسيط تحلم دولي بالمضارع البسيط هسه نجي نحلم بالمضارع البسيط راح اجي نستعلم ننطلوله يقول مضارع بسيط مضارع بسيط وفعل هنا مثبت مو من فيولا استفهامي اذا الفعل اضيف لأس لو مجرد حسب الفاعل 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 يجب ان يكون عندك مجرد صعب هاي الفلانسي يكون عندنا مجرد بمعنى الفاعل يو اخلي دو قبله جملة استفهامية زين الفاعل ايش اخلي دو قبله دو يو كيف تذهب؟ كيف تذهب؟ كيف تذهب؟ لماذا تذهب؟ لنفاعل هنا أنا عندك من يوم الفعل يجب أن ينزل مجرد كيف تذهب بها؟ مفرد كيف تذهب بها؟ لنستفهان أجل ما تذهب؟ لماذا تذهب فعل يفرج الخيات لنفاعل؟ فهؤلاء يجب أن يجب أن يكون فعلي بالاستفهام ما بلنا فيه لازم يكون مجرد Interpreters فراغ a difficult job عندي هنا هاف جمع يعني الفعل ينزل مجرد كما هو Have a difficult job He not speak Arabic He ياخد doesn't لانه من فيه والفعل ينزل مجرد اللي هو من هو speak ينزل نفس ماه بي at home right now هاي هنانه البي تحول low is low low arm حسب الفاعل فاعل عندك R فالعفو يو فيتحول المن يتحول البي إلى Are you at home right now? I write فراغ in my diary after every class I write مثبت وجمع إذن الفعل ينزل مجرد نفس ماه هو Where is Dima She not be عندك B الفاعل she إذا حول إز وعندي نوت فصير isn't يعني من فيه هاد عندك المضارع البسيط اللي هو شنو عندنا التمر يموت هاد هنانه مضارع مستمر يقل لي حلياها present perfect أو العفو present continuous حلياها مضارع مستمر مضارع المستمر is R the number of tourist رقم معناها الرقم يعني مفرد فياخذ is الفعل هذا الشي تضيف له ضيف له ing going up the number of people who live the number of people who live هم نفس الشي هم نزل is raising or is rising Rai rising يرتفع the number of Europeans who don't speak English is falling تشوف نفس الحال يعني كل المفرد فاعل مفرد فش نضيف نضيف بس is ونخلي الفعل ing شون عرفناها number هاد الفاعل sales of computers sales جمع of computers داخذ R الفعل نضيف له ing تحدف له ing زي the number of people who don't have computer go down is going down is going down استاذ قمعدنهنهنهنه ببيبول جمع اي صح اي صح بس عندنهنبرانيهن أو عدد الناس او عدد الناس او عدد الناس او عيدا هذي عدي هنانشنو عند المضارع المستمور اللي يجي بعدها على المؤال الامثلة هنانة ما عدا شي خص القواعد هنانا ما عندك شي خص القواعد هنانا ما عندك شي خص القواعد كتو مارين هاي هذا هنانه هذي هنانه عندك مهم اللي هو إضافة اليد والآي أنجي للصفة شون أضيف يدي والآي أنجي للصفة؟ كنا حسب المعنى حسب شنو حسب المعنى والملاحظات شي يقول هنا أنا يقول لو أضيف اليد لو آي أنجي هنا أنا سمر باوع هنا شنو عندي سمر صيف قضيتو صيفا يثير لو مثير أكيد هنا أنا شنو أضيف آي أنجي لأندي أصف السمر هنا أنا زين أنا شعرتو محرج لو محرج شعرتو بالحرج يعني أنا حرجت فشيقول أقول آي أنبارس إن أنا هذي أخذ أيدي صير أبارس زين أكيد سرح أقول هنا دا أقول آني شنو هنا المعلم كان جداً شبيه سبري مدهش أو متفاجئ ليش عندي هنا أنا وين وعندي دا تيجر أبطا عندي دا تيجر سبري سبري وعندي دا تيجر إنهم الله الطلاب دي يقولي الصفوف يعني الصفوف غير عاقل ما تشمل للأيدي تاخدها ينجي ايدي ايدي انا حقا متعب عندك اي عندك هنا نقطة فنضيف ايدي احتاج شنو ايام ريلاكسن يعني ارتاح بيها او مريحة فان انا نختار ام الانجي هذا التمرين يعني شوي اعتبر تمرين مهم يجب لم يتمكن من عنده من هاي الجمل ايضا فاحنا الاعتمد على ملاحظة طلاب يعني محتاج انا اي تعب نفسي اعتمد عليه من اعتمد على الملاحظة اللي اخذناها زين هسا نجنحل هذا التمرين اخر تمرين عندك اللي هو تمرين الانداركت اكوتشن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقطر الثالثة زي يقولون هنا How large are the classes طبعا حليناها قبل شوي هاي فأول شي نزل نزل How أو العفو Can you tell me or could you tell me بعد هداة الاستفهام How large تنزل الفاعل منو عندك The classes نزلها و آخر شي يبقى عندك شنو ال R تنزل تخلي علامة الاستفهام وينتهي عندنا الحل يعني شي جدا بسيط هذة بعدها آخر مثال عندك هم تنزل Can you tell me or could you tell me بعدها من عندك أداة الاستفهام What extra activities تنزل دير بالك مو بس ال what What extra activities كنت تنزلها ليش تال قلت لك إذا تلقى في علم مساعد Do, does, is, are القبل هن كله شو يعتبر يعتبر أداة الاستفهام أو أداة السؤال لازم تفهم هاي الملاحظة كلش مهمة أوكي زيان بعدها شننزل ننزل What extra activities زيان زيان حدفناها منو عندي عندي الفايل اللي هو من هو اللي هو اليو أوكي عندي الدو أحذفه بش يسوي أكمل الباقي أوفر هذا هو الحل ما لتنين وينتهي عندنا الحال علامة استقام أنت مناسب التعب بعيد ميلادك قريبا آي حبيب آي مولي آي أكل عافي آي أكل لك ونت بخير ونت بخير حبيبي طيب وسط طيب وسط بس أنا بالمناسبة ترى يعني عيد ميلاده صار ليش شهر ما يخير مو أسئة الله ترى زين هاي الفلوس حقيقي أو أولا فلوس حقيقي عليك الله والله العظيم ونت بخير ونت بخير حبيبي آي الله تي فسألون عندك ها شوو يعني حتى يعني جوانت الكيمية حشاشين ما دري ما دري ما دري أشياني صحيلي زين أنا فراحة الكلام والله وقف قلبي 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 حراراتي الفلوس راح للي زين امحمد هسر دعطوا المحفظة هالي طلاب يعني ختمنا هاذا إن شاء الله الحلقة خلصت عندنا الحلقة ردي راح شوو سعيخلوني فختمنا الحلقة موالتنا إن شاء الله اليوم بعدنا حلقة ثانية ها مولك مولك اي عدنا مولك هسا هي الحلقة الثانية عرف موليت مني سويا محيزة زين خلصت عندنا هيا حلقة الحلقة الحلقة الثانية راح تكون بس تمارين وإنشاء وقطع كتاب بلس أليدك تضبط له هاي حلقة كل يزي يعني صح طونا بيها بس فصلنا المواضيع كل هالأربعة بالقواعد شوفكم إن شاء الله بخير بالمحاضرة القادمة وفي أمان الله